الإيمان موسى الصدر اليوم عمره أربعة وتسعين سنة ووالدي اليوم عمره سبعة وسبعين سنة والسيد عباس بدر الدين ما بعرف قداش يعني بالنص بين والدي وإيمان الصدر بالعمر أكبر بسبع سنة من والدي معطيات اللي عنا لوقت متأخر مش من الزمان كانوا معروف وين موجودين وبأي مكان وبأي سجن ما بيبقى شي غامض وما بيبقى شي لغز إلى الأبد المكان الجغرافي طبعهم مش مهم يعني وين هني موجودين مش مهم لأنه بيتوقع هني موجودين بمكان معين خارج ليبيا إقالة أو مسح وجود الإيمان موسى الصدر من الدور في تلك الفترة التهديدات اللي إجتنا من بيت القزافة وعلنية كانت وهيدي التهديدات في شي كمان مش علني كمان كتير كبير ويعرفوا هادي العام يهددوا أنه حقنا عندهم كتير كبير وينتقل ليش ما بيصير فيه تحقيق معهم ليش يعني محطوط كأنه وديعة كأنه رهينة كأنه يعني بإطار يعني خارج عن الإنتاجية فيما يتعلق بالقضية هل عالج موضوع الحرمان في لبنان؟ هل بطل فيه محروم؟ أم أن المحرومين زايدوا أكتر بكتير أم أن الناس الفقراء زايدوا أكتر بكتير أو أن المحتاجين زايدوا أكتر بكتير بالشكل اللي ربح الرئيس برري وقلنا قابل أنه الخاسر الأساسي هو لبنان ما بيمثل الشعية السياسية الرئيس برري ولا بيمثل المرونية السياسية الرئيس أم ترسيم بدو يصير حكماً لأنه المهلي اللي حطها السيد حسن نصر الله للمفاوضات محصورة ومحدودة جداً آخر الشهر قيلول بداية تشرين ليجب أن تكون الأمور صارت على الآخر رأينا على اشتباك واضح بالخريطة السياسية داخل المجلس النيابي ما إلو حل رئيس اللي حيجي بالمرحلة القادمة باعتقد حيكون العنوان الأساسي طبعه موضوع الاقتصاد هيدا الرئيس أظن حيكون قريب من فرنسا وحيكون مقبول من الأمريكان وما في رفض لقيله من إيران أنا بظن هيدا المجلس النيابي لبنان ما بيكمل ولايته ومنروه على انتخابات مبكرة الدادلاين هو نصر تشرين أول خمسة عشر تشرين أول هو الموعد الأخير فيما يتعلق بموضوع الحكومة أستاذ حسن على العكس ما يشاع عن أن الترسيم لن يحصل قبل نهاية عهد الرئيس عون بتقول أنت أن الترسيم سيحصل بسرعة أي ما عطيت له من ذكيها عن أن الملف متجه إلى الحال حالي قبل نهاية عهد الرئيس عون في فريق بلبنان ماطل سنوات طويلة وإذا بيطلع بإيده يأخر الترسيم إلى أمد طويل ما في عنده مشكلة طالما الخارج والأمريكان رضيانين عنه ولكن في وضع قاهر جداً صار حاكم هو أنه تغذية أوروبا بالغاز والنفط بديل عن الغاز والنفط الروسي بموضوع الحرب أوكرانيا خلق واقع جديد فرض على كل الدول مقاربة جديدة وبالتالي في حاجة أساسية لكل غاز بالعالم ولكل بيترول بالعالم للتعويض عن هذا الغاز ومن هون البحر المتوسط مثل ما كان الخليج ودول الخليج اللي زادت من إنتاج وبالتالي حق الكريش اللي هو حق الكتير واعد وكتير ضخم عاملين برنامج منشان تزويد إسرائيل لأوروبا يعني محضر من زمان وفيه أنابيب النفط مبضودي تحت البحر باتجاه اليونان وباتجاه أبروس وبالتالي هيدا أكبر بكتير من كل أهواء البعض الصغار كتير هون في لبنان في ناس صغار كتير الترسيم بدو يصير حكما لأنه المهل اللي حطى السيد حسن نصر الله لها المفاوضات محصورة ومحدودة جدا وبعكس أهواء الكل اللي حيطلع منتصر كتير كبير المقوة بهيدا الموضوع اللي يبين أنه بالقوة وبالردع نقدر ناخد حقوقنا مش بالتسويف والمماطلة وبيع المواقف البعض بيحاول إذا بدك ما يعطي إذا بدك يعني مثل ورقة رابحة للمكاومات وستعملت ورقة المسيارات أكيد أكيد نحنا مش عم نحكي بإطار شو يعني كيف الأمور أفضل أو مش أفضل أو بيحبوا أو ما بيحبوا نحنا عم نحكي عن واقع الواقع القوة اللي ثبت أنه ما حدا بيفهم بالعالم إلا بالقوة وتاريخنا نحنا مع العدو الإسرائيلي تاريخ يعني واضح أنه ما بيمشوا إلا بالردع وبيمشوا بالقوة واليوم إجت فرصة استثنائية ذهبية فيما يتعلق بهذا الواقع النفطي والغازي العالمي نتيجة الأزم ونتيجة الشتاء القاسي جداً اللي موعودي في أوروبا فصرنا نحنا ورقة أساسية بهذا الموضوع ما حدا مستعد يلعب بالاستقرار وإسرائيل أضعف بكتير من اللعب بالاستقرار بهذه المرحلة خصوصاً أنه عنده خبرة بالمقاومة بطلت المقاومة مثل المقاومة القديمة صارت مقاومة إذا هددت فعلت وإذا أرادت شيئاً يحصل فيحصل وبالتالي الإسرائيلي بده يتجنب كلياً وكل هيدا البهورات وللأسف يعني راح هوكشتين وإجا هوكشتين هوكشتين ملزم مجبور أنه يخلص الموضوع بالموعد الأخير المعطي لأيلول وأنا المعطيات عندي هي آخر الشهر أيلول بداية تشرين ليجب أن تكون الأمور صارت على الآخر أستاذ حاصن بتقول أنه إذا رحنا على نهاية هذا الملف بإيجابية للبنان أنه في أدوار كتير لناس في لبنان رح تنتهي مثل مين؟ طبيعي لأنه في عالم كانت أول شيء عم تنفذ السياسة الخارجية بلبنان بشكل دائم الانهيار اللي وصلنا له ونهج الانهيار اللي وصلنا له هيدا خطة موضوعة بشكل كتير خبيث وأنا بعتقد الحلقات الأخيرة تبعها اللي عم تتنفذ اليوم هي اللي حطى بومبيو وزير الخارجيين مع ترامب اللي كانت نظريته هو الحصار والإفقار ووضع الاقتصاد السيء لحتى تقوم الناس وبالتالي يصير فيه فوضى أمنية وتخريب الوضع الداخلي وانقلاب الناس على المقاومة لتحميلها المسؤولية ومتل ما شفت أنت قبل الانتخابات وبعدها أنه المسؤول عن هذا الحصار نظرية هانوي تبع وليد جونبلاط مسؤول عنها المقاومة فبالتالي أفضل شيء أنه نشيل المقاومة فبنصير ببحبوحها ونشوف دوباي ونشوف هونج كونج والآخر هيدا الموضوع خلص صار ورانا لأنه كل الفصوله تقريبا انتهت الترسيم بس يسير نحن دغري مباشرة لأنه مرتبط معه التنقيب وشرط أساسي أنه إسرائيل ما تستخرج إذا نحن ما استخرجنا بمجرد من الشركات الأجنبية وعلى رأسة وطان ملزمة بتاتفاء بالاتفاء الضمني السري بموضوع الترسيم في هذا الاتفاء ملزمة أنه تيجي تبلش هيدا الشركات الضخمة بس تبلش تعكس وضع اقتصادي إيجابي دغري فورا على لبنان هلا المشكلة عندنا أنه في عندنا استعصاء كتير كبير بالإصلاح بالمجموعة الفرقة المنظومة اللي موجودة في حالة استعصاء حقيقية وعلى إذا بدك بس نوصل لموضوع النقدي وموضوع الحاكم بنك المركزي وموضوع الوضع الاقتصادي هذا الإنجاز إذا تحقق بترسيم الحدود قلت أنه رح يحقق منعطف كبير بالمجريات الاقتصادية والسياسية بما أنه قتنا على ذكر الموضوع الاقتصادي بداية نسأل موضوع الكهرباء والتي تجي من الأردن والغاز المصري تنفرج كمان إذا بدك مع الحل حالة بملف ترسيم الحدود صحيح ذكرتني أنه الغريب أنه الناس مش كل يوم عم تسأل كيف تحركت السفير الأمريكية دغريت نفس اليوم اللي نحكى على المزوط من إيران وعدت بالغاز من مصر والكهرباء من الأردن وبشكل يعني كتير مستعجل ووزيرنا نحنا الوزير فياد راح وإجا واستقبل وزراء الدول هيدة وللأسف ما فيش هيدا ضمن مشروع الحصار كله اللي المطلوب أنه الناس يظل مضغوط عليها تظل بحالة أزمة لحتى تقوم تفجر يعني وبتفجر بوجر الجميع وأهم شيء تفجر بوجر المقاومة اليوم بعد الترسيم إذا حصل وحيحصل مثل ما نحكينا إن شاء الله وأنا أكيد من هذا الموضوع لحيترافق بعد فترة مع موضوع الحل حلي بالملف النموي وربما التوقيع ومجبر أيضا الأمور راحة باتجاه الحل بالاتفاق النووي وإذا بدك فينا نشرح لي خصوصا إنه اللي ماسك اليوم حالة الاستقرار بالخليج وبالبحر المتوسط بشكل أو بآخر هو محور المقاومين كان باليمن على مستوى الحوثيين أو كان بالبحر المتوسط على مستوى حزب الله وطبعا الإيراني أساسي بهذا الموضوع وهن بحاجة لهذا الاستقرار وهيدي ورقة ضغطة أساسية بالإضافة إلى الضغط المستمر كل يوم بالتطور بموضوع الإنتاج التخصيب النووي بإيران وإلى آخره لا يوصل لمطرح صار خطر بالنسبة لأيلون ويتركو فإذن أيضا راحين باتجاه توقيع الاتفاق النووي هذا كله يرخي كل الوضع يعني كل شيء له علاقة بالعقوبات كان حجي لأنه ما تاخد شيء من إيران لا حيبطل موجود كل شيء له علاقة بالابتعاد عن الهبات حيبطل موجود كل شيء له علاقة بأنه حصرية إنك ما تاخد إلا من الغرب أو تاخد بس من أميركا أو تاخد من أوروبا كمان حيبطل موجود طبعا التطور العميح لام يحصل على مستوى أحاديث القطب العالمي الوحيد اللي هي أميركا سقوطه يعني بعض التحرك الكبير الروسي والصين والآخري كمان هيأثر بهذا طبعا النهودي بدون وقت ولكن نحن فعليا بمجرد ما الشركات الكبرى اللي مثل توطال وغيرها اجت وبلش التنقيب وهيدا شرط أساسي بموضوع الترسيم لأنه نحن حكينا أنه ما في غاز إذا نحن معنا غاز ما في بيترول إذا معنا بيترول هيدا الشركات الضخمة بمجرد ما تبلش تجي حتى يعطي لي انعكاس إيجابي فورا على الموضوع النقدي على الموضوع الاقتصادي وعلى موضوع السعر الصرف أيضا طبعا الدولار ولذلك المرحلة صارت كتير محدودة واللي عم يلعبوا بهذا الموضوع ليستفيدوا إن كان مجموعة المستفيدين أثناء الحرب وإن كان المستفيدين ما بعد الحرب وإن كان المستفيدين ما بعد الانهيار الاقتصادي وإن كان المستفيدين بالدعم لعشرين مليار دولار بس الحكي عنه أنه اتخذوا اللي قال عنه المئاتي بالمرحلة اللي صار فيها من 17-20 او اكتر من 20 مليار ام كان هاو دي مين اخدوه؟ اخدوهم التجار والمحتكرين اللي هني ازلام السلطة وكلهم كانوا بالمحسوبيات كانوا عم ياخدوا هذا الموضوع اليوم هايدي الدكاكين اللي طالعتوا فيليات على اكعاب هاي الزعمة اللي ربت زعامات من خلال هاي الخدمات والزبائنية هايدي بدأت تضعف كلها بدأت تضعف وبدأ طبعا وقت لحتى تتحلل نحن بهيدي المرحلة بدنا ندخل بالمرحلة بعد الترسيم لذلك انا قلت ما بعد الترسيم ليس كما قبل الترسيم لانه هناك استعصاء حقيقي بانه ترجع بنفس الادوات التركب مرحلة جديدة بلبنان الى علاقة بالاصلاح شوف رياض سلامي عم يقول حدا قال انه بده يفل وقت اللي بده يخلص الرئيس عم صح اليوم مسكورة بالصحف ان كان صحيح او مش صحيح كلامه ولكن الاكيد انه رياض سلامي لن يحقق معه لن يكشف عن السندوق الاسود اللي اله رياض سلامي بعتقد للأسف حينتهي بشكل دراماتيكي وفجأة لانه اي كلام عن البحث بأوراقه وبالأرقام اللي عنده كل هاي المنظوم اللي حمته كل هاي المنظوم اللي بعدها مستمري بحمايته الى هلأ كلها لحت انفضحه وبحتالي حت هيبين هالمليارات الدولارات من سرقت من الشعب اللبناني وين راحت لذلك هاول المعركة اليوم معركة كتير صعبة اكتر بكتير من قبل لانه اي دومينو بيوقف بيوقع بهيد السلسلة لحت هر كلها ولاحظ انت من 17-20 لحد هلأ ما حدا فات عن الحبس من كل الحكي على الفساد انه معقولي كل المليارات كل السرقات كل المظاهرات كل الاعتراضات كل الناس ما يبين انه في واحد اخر شي سرق شي او عليه ملف طيب كل هاي الملفات اللي تقدمت امام المدعي العام المالي كل هاي ده الملفات العلاق بالفساد اللي صارت امام القضاء واعلنت على شاشات التلفزيونات طيب معقولي ولا حدا فيها توقف كله راجح كله مجهول هاي ده لانه هني مثل الدومينو وبالتالي في استعصاء بانك انت تكسر بمطرح لحتى ما تهر كل المنظوم ولكن اكيد اكيد لو شو ما صار ادمن كان فيه مناعة لح تنكسر الحلقة بمطرح معين وهذا الامر حتمة حتمة واللي بيشوف بمسار الدول التانية وبمسار التاريخ السياسي لكتير من الامور التي تشبه هاي ده الامور على كل الحال مثل احنا ما حدا بيشبه ما حدا قدر بلحظة سرق 180 مليار ما حدا بلحظة دمر دولة طويلة عريضة مبنية على منطق استثنائي له علاقة بحوار الحضارات حوار الثقافات العيش المشترك البني الاستثنائي تبع لبنان اللي بيّنت اهميتها وعظمتها بهاي ده الفترة السياحية الصغيرة يشوف قداش اللبنانيين هجم على لبنان شوف قداش صرفوا اموال شوف قداش اجام اختربين قداش لبنان عصي عن الموت طائر في نيخ حقيقي وبالتالي كل هيدا التضليل وكل هاي السرقة لنعملت وكل هيدا العملية طبع حرف الانظار الاتجاه اخر للشعب اللبناني وخصوصا من خلال الاونين الانتخابية اللي سرقت ارادة الناس بشكل او باخر كل هيدا انا برأي صارت استهلكت يعني تستطيع ان تجذب بعض الوقت ولكن لا يمكن ان تجذب كل الوقت في حدا معتقد حاله انه يستطيع ان يجذب الى الابد وهيدا الامر مش ممكن هيدا الامر مش ممكن مش وارد عشان هيك ما بعد الترسيم ان شاء الله انا باعتقد لانه اي خلل بيحصل بعملية اعادة البناء الاقتصادي وانه ما يصير فيه امكانية للسرقة من عائدات النفط والغاز بس تبلش تطلع اي شي خلل بهذا الموضوع بيصير فيه دمار مطلق وشامل للبنان وانا عندي معلومات انه في حوالي 53 شركة تأسست دوليا وكل شركة بتتبع لحدا من الزعمة الى علاقة بالعمل ببايع النفط كوسيط بين الشارع يعني الزبون وبين الدولة تخيل يعني هون بلشت اللعب على السرقة وتعديل الانون طبعا النفط اللي اللعب فيه كمان ايضا انا باعتقد هوا دي محطات اساسية وهن تحدي امام اي حدا بيحكي بإصلاح بيحكي بتغيير بيحكي بإعادة بناء بيحكي بالدولة بيحكي بالمؤسسات فيه ناس قادرة تكون صد مني امام انه نرجع بالمرحلة البناء انه ما يكون فيه عندنا هذا الخلل او هادي النوع من المحسوبيات والفساد هلا الواجع للناس والحالة اللي وصلنا لها اللي ما كايش حدا متخيلها هي مفروضة تكون السد المنيعيني هادي مفروض تشكل وعي مفروض تشكل وعي عند الناس هلا للأسف الخوف اللي كان عند بعض الزعمة بعد مصار 17-20 وخافوا على مواقعون هايدا الخوف راح ضغري بس اطيفت الحركة 17-20 وبس صارت الانتخابات ورجعوا ربحوا يعني لقوا انه كل هاي العملية اتجاوزوها وبالتالي صار عنده مناعة اكتر وفيه غرور وتجبر وتكبر اكبر وهيدا حيدفعهم باتجاه انه يستوحشوا او عفوا يتوحشوا بعملية استعمال السلطة اكتر وشوفنا مثلا من فترة تخيل يعني فيه شي طلع بالنسبة لموضوع الحراسات الشخصية المرافقة وكذا وإلى آخره تخيل بزمن بلد منهار عام يفكروا كيف بدن يحطوا حراسات لمدرع عمين سابقين ولمسؤولين مدرش وكذا على حساب الدولة على حساب الدولة عناصر القوى الامنية اللي عم تروح تهرب من الخدمة نتيجة عاشا القليل والحالة المزرية جدا تخيل بهايك واقع في عالم عايشين بالمريخ ببروجون العجية عم يفكروا بطريقة يعني فعلا طريقة امبراطورية ذكروني بهايدي مرتولة الملكة ما تلوي سابق عشر اللي قالت يكلوا بسكويت فالحقيقة هيدا الامر بدو يفاجئون اكتر ما هني متخيلين وبعتقد هيدا التجبر اللي هني عايشين فيه لحي يسقطلهم البنيات قبل ما نفوت على الموضوع النقدة كمانا وتأثير ملف الترسيم علىه بموضوع الكهرباء تحديدا لتسقط كل الفيتوات الخارجية الأمريكية تحديدا لكن اليوم العرقل الداخلية زبتك تتمثل بتعيين الهيئة الناظمة واليوم اللي عشر لألة رئيسنا بيهبر بيخطابه الأخير هل ممكن تكون كمان عقب العرقل الداخلية ممكن يجيب الكهرباء للبلد أكتر كمان تضل سبب للعرقل بزور كل هذي الانفراجات اللي ممكن تصير على السعيد الأقليمي والدولي حلا أنا بموضوع الهيئة الناظمة أنا مع الرئيس برطي لازم ينعمل الهيئة الناظمة يعني ليش ما بين عمل الهيئة الناظمة ولاش المحاصص الطائفية مانعة من حصولها ولكن المبدأ الأساس مبدأ الأساس هو أنه هيدا الطريقة بمقاربة الكهرباء متل مقاربة كل القطاعات اللي وصلت لهون هيدا شراكة شراكة الجميع كانوا مستفيدين فيها من اللي كان عم ياخد سمسرة على المشتريات النفطية للشركات اللي بتبيع لأصحاب الموالدات اللي هني إلهم مصلحة تكون مقطوع الكهرباء لكل هاي السلسلة اللي هني مجموعات مرتبطين بيعني حماية زعيم زاروب زعيم زاروب وزعيم حي وزعيم كذا وصولا للزعيم الأساسي فالحقيقة يعني خلص الموضوع صار في إيهاني للعقل صار في بهدلة لكل واحد لبناني يعني يا خي أنت طيب يعني نحن جميع معلمين جميع قياديين بس نروح لبرة نعمل إنجازات هاي لشوف وفي ولا لبناني برة إلا ما هو متقدم وناجح وإلى آخر هي إلا بلبنان لأنه المجموعة اللي متكافلة ومتضامنة فيما بينها عنده المهمة عنده المهمة وأنا برأي هي مهمة تمن الكرسي اللي قاعدين عليها مهمة من الخارج بتحطيم كل شيء حلو بلبنان تحطيم كل شيء إيجابي بلبنان وخصوصا العقول وخصوصا تهجير العقول وهيدي سياسة متعمدة من ما قبل الحرب الأهلية مرورا فيها إلى ما بعد وكل هايدي الطائفية والزبائنية كان هدفها الأساسي هو كسر الكرامات كسر الكرامات وجر الناس باتجاه الاستزلام والتبعية والمحسوبيات وبالتالي اللي بيرفض هاي القصة كان يفل واللي يفلوا هني شخصين بشكل دائم اني حملت الشهادات اللي هني الكفاءات والأدمغة واللي معهم الرساميل اللي بيروحوا بيستثمروا فيها بره وهو دي الشروط الأساسية لمشان السفرات لطاطي فياس وهو دي كان النخبة بالمجتمع بشكل دائم واليوم متل ما نكون شايفين بالسنتين ثلاثة الماضين الهجرة هيئلة جدا وخصوصا من هيدا من هيدا المجموعة من هيدا المجموعة وهيدا عمل متعمد دائم وأهم مشهد لإله هلأ بتشوفوا بالموضوع الأدمغة هو موضوع الجامعة اللبنانية يعني تخيل أنت الجامعة اللبنانية اللي هي ملازل وحيد للفقراء لا يتعلموا والمستوى العالي جدا بالتعليم فيها كان دمروها للجامعة اللبنانية دمروها بس حطوا هاي الناس الأزلام اللي حطوهن أساد زي بالتعاقد وبغير التعاقد ومنعوا الناس الكفاءات اللي حتى تيجي لأنه ما بيجوا عبر القناة المحاسيب طبعون بس دمروها بالسرقة وبالملف السرقة والنهب اللي موجود بالجامعة اللبنانية غريب 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 جدا ومعروفة من مرحلة طويل لحد دلق من مستلم الجامعة اللبنانية يعني ما بدا سؤال لصة واضح إلا أن وصلنا لهالا مهددي كليا بالسقوط الجامعة اللبنانية وسرأ أولى آخر شيء أموالها من خلال بي سي آر هيدا الحوت فعلا الحوت هيدا زنان بس ما بعتقد الأمور بطلع ما بزن بموضوع سعر الصرف كل الخبراء الاقتصاديين بيقولوا أنه سعر الصرف ما رح ينزل إذا ما كان في إصلاحات اقتصادية جدية إذا رحنا على ملف الترسيم برأيك إنجاز هذا الملف رح يكون إلو تأثير على سعر الصرف بيظل ما فيه يكون إصلاحات اقتصادية يعني بتجي بتكون بالتوازي مع إنجاز هذا الملف هلا أكيد حيتأثر سعر الصرف إيجابا فيما يتعلق بموضوع الترسيم ما بعد الترسيم الوضع حينعكس إيجابيا ولكن قصة الدولار وقصة سعر الصرف تخضع لأمور تانية فيها لعبة كتير خبيسة ورخيصة أولا كان المطلوب إنه يدوبوا الديون والفجوة والسرقة اللي موجودة بالمصارف لحتى يدوبوها كان المطلوب إنه يتغيى سعر الصرف بهذا الشكل الكبير الجنوني لحتى آخر شي إن الاستحقات المطلوبة تصير ما إلاش قيمة وبالتالي بيدوب الدين وبتروح الفجوة اللي كان معروفة قداش حجمة اللي هي هالي فإذن سرقة مقاونة على حساب جيوب الناس مرة تانية الأمر التاني كمان هود اللي هلأ يعني يشتغلوا بالفترة الأخيرة يعني يلاحظ هلأ صاروا زعم على العصابات الأساسيين هن الصرفين يعني تخيل أنت كل صراف عنده يعني جبهة من المسلحين وعنده ومرخصين كلهم وبيعملوا مشاكل وشفت فيه مشاكل عم تصير وإطلق نار على بعضهم والأخري نتيجة الجاشة على اللي عم يصير كمان هيده السلسلة من المافيا كمان معلقة على هذا الموضوع الأمر التالت هو أنه هيده الكتلة النقدية الضخمة جدا لطبعة رياض سلامي خلال الفترة الماضية وعلى فوق هيده بفي قرار صغير كتير دغري فورا بيتم امتصاصها وبالتالي بيرجع سعر الصرف برخيص لأنهني عمليا لحد هلأ بعده دون الستين ألف مليار بعد ما كنا نحن تلتاشر ألف مليار سونا دون الستين ألف مليار ستين ألف مليار فعليا أقل من المليارين دولار على سعر الصرف فأي أقل مليارين دولار بينحطوا بينشار فيهم كل اللبناني اللي موجود بالسوق وبالتالي بيصير في طلب هائل عن اللبناني وبيغلق وبيبيرخص الدولار ماشي فإذا لو حدا بدي يصلح دغري فورا بيصير هذا الموضوع النواية مش هيك هلأ بيطلع بإيدهم هلأ إذا ضلوا هن ذاتهم ومهر الدومينو مثل ما حكينا قبل يمكن يطلع بإيدهم بس بظن أنا بس يبلش الترند يتغير بالصعود ما بعد الترسيم حيبلش فيه ترتيب جديد للمعادلة وفيه كتير أدوار مثل ما أنا قلت حبطت الموجودة كل العالم الزعمة اللي ربط عطفايليات الخلاف بين الشرق والغرب الخلاف بين بموضوع الخدمات اللي كانت تتقدم على الحساب الوطن يعني هاي دي كلهم حيبطلوا موجودين لأنه حيصيروا الأساسيين اللي هني متصارعين متفاهمين وعملين قواعد اشتباك جديدة ما بيحاجة لكلها الأدوات الصغيرة معظم الأدوات اللبنانية اللي موجودة بالسلطة هني أدوات كتير صغيرة وكتير رخيصة بإيد الخارج وهودي دائما عبيد مطيعين لأنه فيه كم كبير كتير من الفساد وكم كبير كتير من الأموال المنهوبة موجودة بالبنوك الخارجية وهني عبيد لعدم حصول العقوبات عليهم من خلالها وأنا بيعتقد كل حرصهم وبيعهم للوطن وبيعهم لأنفسهم لحينتهي سلبي حيشوفوا غيرهم شو صار بأموالهم من رؤسة عرب أو غير عرب كيف بلحظة بشطبة ألب اتخذت كل الأموال اللي كانوا سرقينها اللي هي أكبر منهم بكتير كانت وأدوارهم كانت بخدمة الخارج أكبر منهم بكتير فبتوقعون أنا أنه ما يدوم وضعون كتير إذا بدوا يدوم وضعون كتير بيكون نحن عذاب الجلجو اللي طويل عننا إن شاء الله لا سيد حسن هل بعضنا اليوم بحاجة للمسيارات لأفشل المخطط اللي ذكرت بتغريضي إلك الغلاء والعتمي وارتفاع الدولار أو رح يكون في حل حالي يعني متى ما ذكرنا بقصة الترسيم أنا أصط بهذا إنه المسيارات بيّنت عن جدية بخطاب المقاومة فيما يتعلق بموضوع النفط وبالتالي إسرائيل أخذت الموضوع بشكل جدي وعرفت إنه ما في مزح بهذا القصة هيدا الموضوع اللي هيغير باستراتيجية التعاطي على مستوى الأدوات بلبنان اللي كانت عم تماطل واللي كانت عم تسوف واللي كانت طالب الإسرائيلي بس للمعلومات هاي بدي أولى المشاهدين ما كان بيهموا الإسرائيلي في الفترة الماضية لا 23 ولا هوف ولا 29 ولا غيره كان هموا بس إنه لبنان يبقى عم يروح مكانه بالمفاوضات وبالتالي ما ينتج غازه ونفطه ما يصير دولة نفطية وبالتالي هن يخلصوا وينقبوا ويستخرجوا ويمدوا أنابيب بالبحر ويبيعوا لأوروبا وبالتالي أنت ببطل إليك إيمة يعني أنت فعاليا إذا بتطلع نفط وبدك تبيعه النقل أغلب كتير من المد عبر الأنابيب اللي عملته إسرائيل وبالتالي ملزم يا إما بك تحط على الأنابيب الإسرائيلية لحتى يكون السعر معقول يا إما ما فيك تبيع نفطك وبالتالي كانوا عم يقوموا بدور تأخير المكسيموم لحتى نحن ما نطلع نفط وغاز هذه الظروف اللي إجت فيما يتعلق بأوكرانيا فرضت معادلة جديدة وصارت التوازن الردع اللي عملته المقاومة مع إسرائيل عامل أساسي بهذا الموضوع طبعا في شيء إضافي في إضافي أنه في ورقة كبيرة بتغير معادلة التفاوض هي إذا توقع على تعديل المرسوم 6433 اللي بيرجع بيعطي لبنان الخط 29 لأنه اليوم نحن وضعنا القانوني الخارجي الدولي محصور بس بالخط 23 اللي هي 6433 متل ما هو اللي مودع بالأمم المتحدة توقيع الرئيس عون اللي بعده ناقص على التعديل هو التهديد الأساسي بمرحلة ما قبل نهاية ولاته لذلك إذا بتلاحظ كل العملية اللي نحكى فيها عن تأخير الاستخراج بكريش أو عن التأجيل أو حجة الانتخابات الإسرائيلية أو الانتخابات النصفية الأمريكية يعني التأخير إلى ما بعد 31 تشرين هو بهدف أنه يفل العون فبالتالي بيبطل فيه ورقة ضغط قانونية لبنانية بتوقع على تعديل هذا المرسوم لذلك أنا قلت قابل أنه أكيد حيحصل الموضوع بهذه الفترة بوجود عون لأنه بتضل هاي الورقة تبع التوقيع للتعديل سيف مصلط على المفاوضات والمقاومة إذا كان في عندها قانونيا الخط 29 ومتل ما أعلنت أنه هي خلف الدولة بالمفاوضات فساعتها السقف بيصير 29 بطل حدا يقدر ينزل عنه والسقف 29 يعني نص كريش نص كريش هاي دي كارسي مش ممكن يقبلوا فيها الأمريكان والأوروبية والإسرائيليين لذلك إني مشبورين هلأ بهيدي الظروف تبع هيدا الخط المتعرج اللي هو فعلا مصخرة واللي هو فعلا أقل من حقوق لبنان ولكن بالحد الأدنى هيدا اللي هنحصل عليه وهيدا حصولنا عليه وإن شاء الله يطلع فيه نفط وغاز بيقانة الله يسطر إذا ما طلع لأنه نحن عنا نحكي على توقعات فيه والكارسي الكبرى إذا كان الدعاي قانة إن شاء الله لا إذا بدنا ننتقل للملف الرئاسي والحكومة إذا رحنا على أنجاز الملف الترسيم والحدود كيف ترجع بتنخلط إذا بدك الأوراق بهذا الاستحاء لصالح مين مين فيه يفرض شروط أكتر لمواصفات الرئيس مين بقدر يجيب رئيس إلى كرسي بعض أول شيء الخريطة السياسية بالمجلس النية ما بتبشر بالخير والاستفافات اللي موجودة اليوم كلها عم تشتغل على مبدأ التعطيل مش عم تشتغل على مبدأ الانتخاب يعني الشعار اللي أطلقوا الدكتور جعجع بموضوع رئيس التحدي ومنع وصول رئيس قريب من الممانعة أو المقاومة أو 8 أدار هيدا بيعني إن هو بدو يجمع عدد اللي هو أكتر من التلت لا يمنع حصول الجلسة بال86 نائب اللي هنا التلتين فإذاً هيدا منطق تعطيلة مش منطق وصول إلى الرئاسي المنطق الآخر أيضاً الجانب الثاني اللي فعلياً ما عندو التلتين ما عندو التلتين وبالتالي إذا بدو يجي على معادلة التحالفات من جانب آخر مبين إنه عم يكبر الاستفاف فيما يتعلق بالمعارضة عن هذا الموضوع فإذا نحن رحين على اشتباك واضح بالخريطة السياسية داخل المجلس النيابي ما إلو حل الحل الوحيد هو إنه ينزل الاتفاق الإقليمي والدولي على أثر كل هاي التفاهمات اللي عم تحصل متل ما بيصير عادة وبتجي كلمة السر فيما يتعلق بالرئيس العتيد أو القادم وأنا بقول سلفا أنه الرئيس اللي حييجي بالمرحلة القادمة باعتقد حيكون العنوان الأساسي طبعه موضوع الاقتصاد موضوع إعادة بناء الدولة وهيدا الرئيس أظن حيكون قريب من فرنسا وحيكون مقبول من الأمريكان وما في رفض لإله من إيران المعادلة معروفة كيف وفي اسم يبدو هو اللي عم يشغل عليه بالكواليس وكل الأسماء اللي عم تنطرح بالعلن هي أسماء للحرق ما في ذا يعني بيجي وقت حيكون معروف بقولك أول حرف من اسمه ولكن بظن الشغل عم يصير على هذا الاتجاه اليوم في أكتر من شي 90% من القضو يضوت بعد فيه 10% بانتظار التطورات اللي حتحصل ما بعد الترسيم وما بعد ما يحصل بالاتفاق النووي الإيراني الأمريكي لبعض قال أنه سعودية بدأت ترجع بيكون متل نوع من الوصائق المالية على لبنان ممكن يكون صح ولا لا كمان قداش هون بتتأثر إذا بدك أنه يكون في قبول إيراني كمان قبول سعودية بنفس الوقت على اسمه السعودية بالمرحلة الماضية كخلاصة ثبت أنه وبيّن عندهم أنه كان في خطأ بالتكتيك بالتعاطي مع لبنان وثبت أنه القرار اللي أخدوه وسحب الدعم من خلف الشيخ سعد الحريري كانت مش إيجابية لإله وفيه أكيد مرحلة جديدة من التعاطي وإحنا بالنسبة لإلنا وأنا شخصياً يعني ما بيهمني كيف بدون نتعاطو أنا بيهمني أنه آخر شيء في كلمة سر لح تيجي بيرفع الحظر أو في كلمة سر بفتح بعض المجالات حتكون السعودية اللاعب الأساسي بتنفيذ كلمة السر هايدي اللي حتصير بالتوافق والتنسيق مع الفرنسي لأنه دايماً الفرنسي هو الأفونجار هو الأفونجار لهايدي السياسي بالمنطقة وهذا بالمعادلة القادمة يعني المعادلة السياسية القادمة حيبطل أبداً أبداً وعن يشتغل بمنأة عن الإيراني وهون المعادلات الجديدة لح تفرض قواعد اشتباك قواعد تعاطي جديدة في بعض العام ينظروا أنه بتضل المعركة مستمرة بلبنان بين المحورين وبيضل لبنان يدفع التمن أنا بخالف هذا الموضوع ما بيعتقد أنه هيدا العملية بتضل بهذا الشكل الآسي اللي موجود فيه هلا أنا بيعتقد بيصير فيه توافقات على بعض الأضايا وأنا حقول شغلي لكل اللبناني يسمعوني حدا شاف بعينه العالم اللبناني في حدا عم يدعوس علي بمظاهرة أو بشي بكل العالم كل الأعلام دعوس عليها كل الأعلام تم حرقها حدا شاف العالم اللبناني صار فيه هايك يفكروا منيح بها القصة ليش؟ ليش إذا حدا فرنسي أو أمريكي أو أين ياكم بيشوف العالم اللبناني بيلموا وبيشيلوا وما بيخلي حدا يدعس علي أنا بيعتقد العالم اللبناني حيظل يرفرف ولبنان حيظل موجود وإلو معاني كتير كبيرة لبنان ما قدرت كل المؤامرات والحركة الصهيونية وكل الأزلام والأتباع والعمل الداخليين ينهوها وعم يرجع يقوم مثل طائر الفنيخ دايما على سيرة العملة بيرح كان في حديث أنه في يعني اليوم العدو الإسرائيلي قدر يوصل على بيانات مليون لبناني تقدموا بحوالة تقدموا يعني بطلبات توظيف عبر الإنترنت وقدرت تاخد كل البيانات طبعهم وقداش يعني بشكل نوع خطر مثلا الحركة الصهيونية أو الحركة التجسسية الإسرائيلي بقلب لبنان لا ضرب الصيغة أو التركيبة الداخلية بالبلد بدي أذكر الناس بالمعركة السياسية اللي صارت على موضوع داتا الاتصالات طبع الألفة والأمتسي بمرحل من المراحل نحنا ما في عنا ولا شي سري بلبنان نحنا كل الداتا طبعنا كلها وما يفوقها موجود عند الإسرائيليين وبالتالي الملعب مفتوح الوضع الاقتصادي اللي صار مؤخرا كان واحد من الحوافز الأساسي اللي حتى يقدر يفوتوا على الناس نتيجة الحاجة الاقتصادية وصار فيه تجنيد لكتير عالم وعم تكشف الأجهزة الأمنية وقالوا يعطيون العافي بهذا الموضوع وخصوصا شعبة المعلومات جيد جدا لعم يسير ولكن الموضوع العمالي أكبر بكتير من حدا يتصور لأنه الساحة مفتوحة على الآخر وأنا برأيي الجو العام بس يتغير والوضع طبعا الناس بس يبلش يتغير هايدي العمالي لحالة يعني بتضعف وبتخف الإسرائيلي ولا يوم قال إنه حيخوقف لعب بلبنان ولا يوم مش عم يشغل كل الوسائل طبعا والي حتيضل يلعب بالساحة اللبنانية الوظيفة طبعا نحن أنه نمنعه ونعمل حواجز وسواتر نحن المشكلة الأساسة اللي حصل في لبنان وعملها فريق أساسي عميل هو كان هو إنه كسر الحاجز النفسي بالعداوة مع إسرائيل نحن كانت معركتنا الأساسية ابقاء الحاجز النفسي بالعداوة ضد العدوة الإسرائيلي كتير من المواقف للأسف يعني من شاي مرجعيون وإنت رايح وإنت جاي كسر الحاجز النفسي وهيدا قصة كانت كتير عم تخدوم تنامي العمالة في لبنان ويعني عكل حال المعركي مفتوح بالعودة للإسعاء الرئاسي بتشوف فيه فراغ أو الإسعاء يكون بموعده وبشوف فيه فراغ لفترة شهر أو شهرين أو هذا التعطيل اللي ذكرته التعطيل ممكن يودى إلى سنتين ونصف كما شفناها قبل عهد الرئيس عون أنا بعتقد أنه اللي بيرائب شو عم يصير على الساحة العراقية والملفين اللبناني والعراقي مرتبطين ببعضهم بشكل أساسي بس يشوف هيدا الإنسداد السياسي والإنسداد الدستوري اللي عم يحصل بالعراق خلي يتوقع نفس الشي بلبنان وللأسف الشديد للأسف الشديد الوضع بالسيناريو اللي موضوع للبلدين وهني يعني اللي حط السيناريو هو جهة واحدة لبنان صعب يتحمل اللي عم يصير بالعراقية يعني مؤخراً صار شي كتير كبير ورجع نضبط وتفرمن إن شاء الله بعد أربعين الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله أنه ما ترجع تتجدد القصة يعني اللي صارت بالعراق أنا بعتقد الأمور رايحة على انتخابات مبكرة بالعراق وأنا قلت قبل أنا بظن هيدا المجلس نيابي لبنان ما بيكمل ولايته ومروه على انتخابات مبكرة ما بعرف بس ما بعرف بس بعرف أنا أنه هيدا واحد من النتائج المباشرة لإعادة تركيب المرحلة الجديدة بقواعد اشتباكات الاشتباكات الجديدة إذا لا والأمور بقت تتراوح مكانها نحن عنا عذابات كتير وعنا ضغط كتير كبير وعنا سعر نقد حيكون كتير عالي يعني عنا مشكلة كبيرة إن شاء الله أنه لا باعتقد أنا في لحظة معينة في لحظة معينة بشكل سريع جدا تتفكر فيها كل الوقت بشكل سريع جدا بتبلش مما بعد الترسيم وبتبقى إلى مرحلة يعني تسوي الإقليمية والدولية اللي بتجي على هامش وعلى عتبة الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي نعم بما أنه في خوف من الفراغ فوت هوني بمشكلة تانية هي مشكلة تشكيل الحكومة اليوم أبرز عقبة أو عقدة هي أنه عدم قبول للرئيسين بره ومئاته بإضافة ست وزراء دولة اللي حكي عنهن رئيس هوني برأيك ليش مابندن هونت ست وزراء الحجة تعبولون أنه سلس معاطل للرئيس بالوقت أنه أي وزير بحكومة يعني مستلمس صلاحية رئيس جمهورية فيه يكون يعني يعطل ومش بحاجة أي طرف أنه يكون عنده ثلاث مؤطل يعني هايدي مثل يعني عزر أقبح منزام ما هي المعادلة اللي موجودة بالحكومة الحالية هلأ معادلة قصمة العملية بشكل عاطية سلس معطل وإذا بدو يتركبوا الستة الزيادي لتصير ثلاثين بدل أربع وعشرين لح تجي بالنسبة والتناسب كمان على نفس الطريقة الأديمة فإذا مش هيدا الموضوع فكرة الرئيس عون هي أنه إذا حصل فراغ رئاسي هاي الحكومة اللي هي حتناطل إلها صلاحيات الرئيس بدأت تكون حكومة سياسية تاخد قرارات لأنه في عنا شيء كتير كبير هيحصل بهذه المرحلة اللي يمكن يكون الفراغ فيها طويل اللي هو موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضوع التعاطي مع النازحين وموضوع ما بعد الترسيل وهيدي ملفات كتير كبيرة بحاجة لقرار سياسي ياخد فيها ما بيجوز أنه رئيس حكومة تصريف أعمال يصير هو لائد كل الدفة بهذا الموضوع وطبعاً يعني بالتنسيق الدائم مع الرئيس برري وهون يعني غير أنه الحساسية المسيحية فيما يتعلق بالغياب بشكل عام باعتبار سدة الرئاسة هي اللي بتمثنه بشكل مباشر كمان يعني واضح أنه بدون يمرروا كل الشي الغلط اللي صار بالسنين الماضية لحتى يصفروا السرقات والشغلات اللي حصلت بالماضي يصفروها مثل ما صفرنا مع بعض الحرب الأهلية وهذا الموضوع لذلك ما بيعتقد هذه بتدل على نواية منيحة يعني مش الظاهر هذا الأمر إيجابي وبظن أنا أنه إذا ثبت للجميع أنه الفراغ نحنا رايحين عليه وهو الأرجاح لحيصير في حكومة أكيد يا تعويم الحكومة الحالية يا تعديل هذه الحكومة وحتاخد ثقة تبعاً المجلس النيابي جديد اللي هو هلأ لأنه مجبورين يعملوا هيك مجبورين يعملوا هيك وبعتقد أنا الديدلاين هو نصف تشرين أول خمسة عشر تشرين أول هو الموعد الأخير فيما يتعلق بموضوع الحكومة في علاقة على نتائج الطعون كمان كمان في شي عام ينحكى عن طعون بدأ تمشي وفي تغير بالأعداد وما تغير بالجبهات بس طفيف مش أساسي بس بيعدل الميزان الموضوع الحكومة شفناه يعني على لسان الرئيس عون وعلى لساننا يعني رد كان فيه كمان من الرئيس بره هيدا الاشتباك بين الرئيس عون والرئيس بره طيلة هالست سنوات شكله مكفى يعني حتى نهاية العهد برأيك بعد بيروح أكتر من نهاية العهد خصوصاً بقول الرئيس عون أنه أنا دوري ما رح ينتهي من بعد خروجه من أسراب عبدالي هيدا الخلاف يعني أنه فعلياً على شو؟ في مشكة شخصية بيناتهم؟ ما بعتقد هل هي المارونية السياسية؟ يعني بوجد شعية سياسية؟ أول شيء ما بيمثل الشعية السياسية الرئيس بره ولا بيمثل المارونية السياسية الرئيس عون حتى نحكي بهذا الإطار لأسباب كتير يبدأ شرح ولكن الأكيد الأكيد أنه الخاسر الأساسي كان لبنان بهيدا الصراع خلال ست سنوات والكيدية بهيدا الموضوع في كتير من الأمور توقفت وتجمدت منها توقيع على كتير من الأضايا بين الطرفين اللي اعترفوا فيها اللي اعترفوا فيها وهيدا ما له علاقة برجل دولي يا رجل الدولي ما بيشتغل انكاية فيما يتعلق بملفها هيدا بطل شغل رجل دولي هيدا شغل آخر أنا بعتقد أنه حتى هيدا الطريقة بالتعاطي السياسي كمان شرفت على النهاية ما في حدا يقدر يستمر بهيدا الطريقة حتى ولو كانت الظروف الماضي مؤاتي لأله الرئيس عون أكيد يعني هو بس بدي يخلص الولاي طبعه بواحدة وثلاثة 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 ويرجع اعترضوا عليها الناس ولقوا أنه إيجابيتها قليلة كتير على سلبيتها لذلك يعني آخر شي بضل عنده بطيار سياسي بضل عنده خط طويل عريض هو بمثله وحيلعب دوله بهذا الموضوع الله يطول بعمره كيف عم تشوف العملية إذا بدك فصل بعض النواب أو اللي كانوا من مؤسسين الطيار الوطن الحر ممكن تأثر اليوم على الخط اللي كان ماشي فيه الرئيس عون نشوف ناس عم تنشأ ناس يعني يكون تصار فيه خطين إذا بدك خط طيار بالرئاسي الحالية أو خط يمثل إذا بدك مبادئ وكاوعد الرئيس عون لديمان هذه القصة بلشت من وقت اللي بلش يصير فيه اعتراض على تسلم جبران باسير الرئاسة الطيار بالشكل اللي صار ومن يوم اللي ظهر لواء عصام وجامرة وبلشوا يظهروا للآخرين زياد عبسي غير وغير 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 ما بدي فوت بهذه التفاصيل لأنه فعليا فيها حساسيات شخصية فيها أمور معينة أنا لكل صحابي جميعاً صحابي وبعرف الأوادم مين بشكل أساسي وبيعتقد إنه الجو اللي مشي فيه جبران باسير رغم كل الصعوبات الكبيرة ورغم كل الخلافات ورغم كثير من الأخطاء والهفوات رجع سبط حاله يعني ورجع فرض إنه يعني هو كمنطق سياسي في مقبولية لقيله كتير كبيرة داخل التيار هلأ الشي اللي اتعرض له بالسنتين ثلاثة الماضيين اي حدا بيتعرض له يعني لجزء كتير منهم بيتدمر بمجرد ما يظهر من الانتخابات بعد عنده هيدا الكتلة اللي هي اكبر كتلة بعد كل اللي صار فعلا بتعول على انه بده يعرفه دير الامور بمرحل الجاية انا مش بمعرض لا الدفاع ولا غير الدفاع انا بعتقد انه يعني بيبقى الرئيس عون هو يعني مثل ما نقال عنه الرئيس الفخري اللي بتضال كلمته هي الكلمة الاخيرة بهذا الموضوع ووالله يوفي الجميع قلت استاذ حسن من شواء انه لبنان خسر من وراء الكيدية بين الرئيس عون والرئيس بري بينيتهم هني شخصيا مين ربح به هالست سنوات الرئيس عون اللي قال انه انا هزاك المنظومة وفككت كتير من قواعدة ولا الرئيس بري اللي اليوم بعده موجود ورجع انتخب مرة مرة سابعة لرئاسة المجلس بالشكل بالشكل اللي ربح الرئيس بري وقلنا قبل انه الخاسر الاساسي هو لبنان ولكن انا برأيي انه ما حدا ربحان منه وبرأيي انه الطريقة بالتعاطي السياسي هايدي هي طريقة يجب الاقلاع عنها كلية والمنطق اللي بيستند لكتاب الامير طبع ميكافيلي هو الادار كل هيدا اللعبه وللأسف الشديد هيدا اثاره كتير سلبية وبيعتقد اللي بيعمل هايدي الطريقة هو ربحان ولكن اخر شيء اخر شيء بيكتشف انه خسرع الرئيس عون طرح علامات استفهام عن الخطوة اللي بديوا قوم فيها اذا رحنا على الفراغ واذا ما وصلنا على الصيغة حكومية معينة او الكبول بالصيغة اللي هو طرحها لضافة ستس وزارة اللي حكينا عنها البعض بلش يحكي بالاعلام عن سيناريوات عديدة شيء حكومة عسكرية شيء حكومة انتقالية برئاسة جمهران باسيل بارح انه تحديرا كنت بحدا المقابلات بيقول انه ممكن سيناريو احتلال مناصرية تيارة وطن الحر لا اصرب عبده انت وان من كل هذي السيناريوات وشو برأيك ممكن يكون فيه وراء خلف يعني العلامات الاستفهام اللي طرح الرئيس نشاء عون ما بعتقد والله شيء من السيناريوات هذي بيصير وما بعتقد ابدا بيروح على اي توجه الو علاقة بتكسير صورة الدولة لانه الشعار الاساسي عنده هو الدفاع عن صورة الدولة اللي قاله الوزير جبران باسيل بمؤتمره الصحفي عن موضوع مقاربته للحكومة اذا بقت متل ما هي هو هيدا اللي بيصير بيصير في رافض كله سياسي لهاي الحكومة اللي هي تصريف اعمال وبالتالي عدم التعاطي معها وبالتالي الطلب من اللي بينمان عليهم من الوزراء بانه يعتكفوا بعتقد انا هيدا السيناريو هو اللي بيصير اللي بيعميت الضغط بيعميت الضغط اكتر من هيك لا خلا في حدا بده يحاول يلعب نفس لعبة اللي ما رفله جفن فؤاد السنيورة وقت اللي صار فيه حكومة غير ميثاقية واعترضت الناس وكذا وما فرقت معه وانتهت بسبع ايار اذا بتتذكروا بعتقد انا اللي عم يفكر يشتغل هيك يا اما عم يدار بالكامل من الخارج ومش بعيد هيدا الامر يكون يا اما يعني عم يلعب ولعب خطرة بعتقد يعني البلد بغنعنا كليا ونتمنى انه ما نوصل بالانتقال لقضية تغييب الامام موسى الصدر ووالدك الشيخ محمد يعقوب شفنا بذكرى تغييب خطاب رئيسنا به بالريل اللي صرنا تقريبا عشرات سنوات عم نسمع دايما نفس الكلام المقابل كان فيه عند حضرت اكساس حسن مبادرة بالكمانة بالخطاب اللي حضرتها قلته شو اللي جديد بهذا القضية عندك يعني يعني اول شي الاربع واربعين سنة هو اكبر جواب على شو صار بهذا القضية اربع واربعين سنة قلنا نحنا انه كان مستلم هاي القضية بشكل كامل هو الرئيس بري وبانع اي حدا يشتغل فيها وجزء اساسي من اعتقاله كان هو منع اي حدا يشتغل بهذا الموضوع حتى صحاب القضية حتى اهل الاغيبين وللأسف الشديد قدروا يعني بلعوا الموضوع رغم الوجع الكبير كتير بالوجدان الشيعي خصوصا والوجدان اللبناني بهذا الامر واللي هيبقى مفتوح هيدا الجرح وحيكون فيه تمن ليله اكيد ولكن اللي بدي اقوله انا انه اليوم في عنا المعطى الاساسي اللي كنا مجموعين عليه هو موضوع ابن القزافي هانيبال اللي موجود ضمن القضاء اللبناني ومع بالسجن اللبناني هيدا الموضوع انا طلبته حكيت انه ليش ما بيصير فيه تحقيق معه ليش يعني محطوط كأنه وديعة كأنه رهينة كأنه يعني بإطار يعني خارج عن الانتاجية فيما يتعلق بالقضية لأنه احنا هدف الاساسي عندنا المعلومات طيب ما كذبوا كتير بوقت اللي صارت هاي القصة وبلشوا يضللوا الناس وبلشوا ياخدوا الامور باتجاهات فيها كذبوا وإشاعات وآخر الشي اضطروا يقولوا انه الهانيبال القزافي هو كنز معلومات وهو أهم شيء حصل بالقضية خليني اكتفي بهذا الجزء وشو بدي بهوديك اللي معودين عليهم نحنا بالتاريخ من أيام الأمويين لهلأ بهيدا الموضوع ما بيجوز تبقى العملية هيك خصوصا انه بآخر مرحلة وبس أنا اطلقت هيدا المبادرة ايه صحيح أنا عند هيدا المبادرة وانا بعتقد انه الرد الفعل اللي حصل كمان هيدا برسم الرأي العام اللبناني وبرسم القضاء أيضا التهديدات اللي اجتنا من بيت القزافي وعلنية كانت وهيدي التهديدات فيه شيء كمان مش علني كمان كتير كبير وانا ردايت عليهم وقلت لهم انه نحنا حسابنا معكم مفتوح وانتوا بتعرفوا تماما بأسنا وبتعرفوا كيف بين موضوع هيدا تختلف الامور تماما عن تعاطينا بالموضوع الداخلي وإلى آخره وانا حد وجهت تحديدا لسيف الإسلام القزافي ابن معمر ولأخته عائشة بنت معمر ولأحمد قزافي الدم أيضا اللي كان مستلم ملاف اللي هو رابطه لابن عمه ولمعمر القزافي ولعبد السلام جلود كمان أيضا وله مجموعة من كل اللي عنده المعطيات واللي كانوا بيهداك النظام البائد انه يقدوا المعلومات المطلوبة لإلون وياخدوا هانيبع القزافي المعلومات اللي نحنا بدنا هيها حقنا حق العالم كله بهيدا القضية انه يتم كشف هذا اللغز يتم فك هذا الأسر يتم توقيف هايدي المعاناة اللي ما بيشبهها بالتاريخ شيء أبدا على الإطلاق وهيدا بس بيحتاج للحظة يعني لحظة هدوء وتأمل والبعد عن الكيدية والبعد عن الثقر والبعد عن الفعل ورد الفعل نحنا بهيدا الموضوع قلنا من أول يوم لا تزروا وزارة وزارة أخرى وما عم نشتغل شغل ثقري وشغل قبائلي وعشائري نحنا عم نشتغل بقضية هي قضية بتخص الإنسانية جمعا وبتخص كل الأوادم وكل المؤمنين بهيدا الخط اللي هو الخط الانقاذي الوحيد للبنان واللي ثبت بأنه المشروع اللي طرحه الإمام موسى الصدر ونحنا متبنيينه بحركة النهج اللي هو أساس هذا الموضوع للحفاظ على نهج الإمام موسى الصدر هو الخلاص للبنان هو الخلاص للبنان المثاق الوفاق الوطني بالطائف الجملتين الثلاثة اللي اتخذ بمقدمة الدستور هي إعلانات للإمام موسى الصدر واللي هي الوحيدة اليوم عاملة ضمانة بالوضع باللبنان وأهم على الإطلاق أن اللبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه ما بجوز هيك نحنا مش بس عم نظلم الإمام موسى الصدر والشيخ الحمد يعقوب والساد عباس بدل الدين نحنا عم نظلم المشروع للبنان عم نظلم رسالة لبنان وما بجوز بعد يطلعوا أشخاص بس أزلام صغار وناس فتحين حسابات فتح لهم حسابات بنكية معمر القزافي من زمان وبعدن وكذا والأخير بيطلعوا وبيدافعوا وبيحكوا وبيقولوا ولد صغير عيني طلعوا من هاي القصة أكبر منكم كتير أنتوا كتير صغار على هاي القصة وعرفوا أنه هاي دي القضية قضية بتمس بعمق ووجدان شرائح كبرى 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 ليس فقط في لبنان وليس فقط في العالم العربي والإسلامي بل في كل العالم وهيدا كلمتي بهذا الموضوع ونحنا في عنا أمور يعني كنا محضرين لإلها بالماضي وصارت شوي عم تندوج وإن شاء الله قريبا منبلش نظهرها ويعرفوا هودل عم يهددوا أنه حقنا عندهم كتير كبير وينتبهوا ينتبهوا لأنه إذا ما استلحقوا هيدا الموضوع أنه إحنا ممنضمن شي بعدين يوم السيس حسن إجوا مجموعة من الشباب قاعدوا معك عم يتعرفوا على هيدا القضية عندك اعتقاد تقول لهم مين المسؤول عن تغييب أو في حقيقة تانية أنت بتاعت إذا موجودة بس ما فيك تأكد عليها بسبب غياب هيدا المعلومات اللي بعد قنات تبحث عنها لا تقريبا نحنا يعني الأمور شبه واضحة أولا هاي القضية الوحيدة بالتاريخ اللي طال الوقت فيها بهذا الشكل صحيح حتى على مستوى القدسين وعلى مستوى الأئمة وعلى مستوى الأنبياء ما في قضية طولت هالأد وما في قضية بإمتغام دهالأد لأنه معلوم أنه بالمرحلة التغييب كان في الاتحاد السوفيتي وكان في البيت المتحدة الأمريكية يعني حلف الناتو وحلف وارسو ويبدو أنه الفريقين كانوا متفقين على يعني يعني إقالة أو مسح وجود الإمام موسى الصدر من الدور في تلك الفترة طبعاً إحنا كنا على أعتاب انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومعلوم أنه كان إلون شغل أساسي الإمام موسى الصدر والوالد بموضوع الثورة وإذا حدا بيتذكر أنه 31 أب 78 بعدها بـ 8 أيام تحديداً تم السماح للإمام الخميني بالوصول إلى فرنسا على نوفا لوشاتو شونزيليزي بتسعة أيلون تحديداً وبدأت الأمور من وقتها تمشي إلى أن أعلن انتصار الثورة بشباط التسعة وسبعين فإذا كنا على عتبة أيضاً اتفاقية كام ديفيد اللي كان أنور السادات وقتها مشي فيها ولكن تم توقيع بالتسعة وسبعين وهني كانوا معترضين بشكل أساسي فيها كنا على أعتاب مشروع التوطين ومشروع التهجير ومشروع التقسيم بلبنان اللي ثلاثتهم بيصبوا بمطرح واحد هو تزوير الهوية اللبنانية كانوا هني ضدها بشكل أساسي هيدا المشاريع الكبرى وهيدا القوى العظمة اللي كانت موافقة على كتير من الأمور هي خلف هذا التغييب وطبعاً كل هذا يخدم المشروع الإسرائيلي في لبنان وللأسف للأسف الشديد الممارسة اللي حصلت ما بعد تغييبهم ثبتت هاي المقولة وهي المعادلة لأنه حصل انحراف كبير عن المبادئ الأساسية اللي هني كانوا عم يناضلوا من أجله وبالتالي صار واضح عنا تماماً بتفاصيل معينة وبمعلومات خاصة عن كيفية مقاربة بعض المسؤولين الكبار وبعض الرؤساء بهذا الأمر نحن بالنسبة لإلنا هايدي القضية يعني تتجاوز موضوع أشخاص تتجاوز موضوع حياة وموت ومصير هايدي العلاقة بمشروع العلاقة بنهش وبالتالي يعني الأدوات اللي كانت عم تهدف بهاي المؤامرة لتوصل لنتائج معينة في شيء حققته وفي شيء مظبط معها منها طبعاً التنامي المقاومي ووصولها لهذا لهذه العظم اللي صارت فيها ولهذه المناعة بعتقد أنا أنه أيضاً السنن الإلهي والسنن التاريخي بتأكد على أنه ما بيبقى شيء غامض وما بيبقى شيء لغز إلى الأبد وهذا الأمر سيكشف عنه بالكامل ونحن بنتأمل أن يتم الإفراج عنهم وعودتهم هلأ في حدا بيقول العمر وفي حدا بيقول الوقت الطويل صحيح الأسئلة مصرورة صحيح صحيح الإمام موسى الصدر اليوم عمره 94 سنة ووالدي اليوم عمره 77 سنة والسيد عباس بدر الدين ما بعرف أديش يعني بالنص بين والدي وعين اليوم الصدر بالعمر أكبر ب7 سنة من والدي ولكن الأعمار بيد الله ونحن بالأساس يعني نآمن بمنطق الشهادة وإذا هن اللي تحقوا بربهم فهن شهداء ولكن المعطيات اللي عندنا لوقت متأخر مش من زمان كانوا معروفة موجودين وبأي مكان وبأي سجن وبالتالي ما نحن حكينا بالإعلام بأكتر من مطرح وفي بعض الأضايا اللي أعلننا عنها ولكن للأسف يعني هون بهذه المناسبة بدي أقول للي يعني ما يسمى بلجنة المتابعة اللي أنا رفعت الثقة عنه من زمان من وقت اللي تعمدوا إبعادنا عن العمان وللأسف يعني عم يشتغلوا وكأنه هن لحالهم بهذا الموضوع وكان ممكن واحد يسكت عنه لو قدروا عملوا نتائج هن حتى الآن صالحون 11 سنة عم يشتغلوا فعليا شو النتائج لحققوها بعض المواقف العاطفية اللي ليس لها قيمة على الأطلاق هدا الأمر لازم تتوقف طريقته يتوقف مقاربته يرجع ينشغل بطريقة جدية أكتر وبالحد الأدنى يوقفوا يحاربوا الجدية اللي نحن عنا إياها ونحن نفتخر أنه الكل شيركه بشكل مباشر أو غير مباشر بالتواطق والسكوت ونحن الوحيدين اللي بقينا رفعين راية الحق وراية عدم السكوت وكلمة الحق ولو كانت في وجه سلطاني جائر بعتيقاتك وبآخر المعلومات اللي عندك اليوم وين ممكن يكونوا موجودين المكان الجغرافي طبعا مش مهم يعني وين هني موجودين مش مهم لأنه بتوقع هني موجودين بمكان معين خارج ليبيا ولكن الأمل بأنه موجودين وأحياء أمل كتير كبير إلى أن يثبت العكس بقصة ذكرك ل انحراف عن مبادئ الإمام موسى الصدر بتقول بحديث لألك مؤخرا أنه لو عاد اليوم الإمام موسى الصدر سيطالب بتحقيق جنائي بسروة الرئيس نبيه بري هو أبرز الناس اللي ينحرفوا عن خط الإمام موسى الصدر عم نحكي شيعيا يعني والقيادات الشيعية الموضوع ما بدنا يتخذ بالإطار الشخصي أبدا نحنا عم نحكيه بشكل عام اللي تأسس وقته هي حركة المحرومين وبالعلم والخبر عند جرد دخلية جمعية المحرومين إذن عبارة المحرومين بأي طائفة كانت ولأي مذهب كان هذا كان المقصود بموضوع المحرومين والهدف الأساسي منها كان رفع الحرمان عن أي محروم في كل لبنان وأكتر من لبنان وبيقول الإمام الصدر سأبقى وناضل حتى لا يبقى محروم واحد طيب اللي أخذ هيدا العنوان ومشي فيه هل عالج موضوع الحرمان بلبنان هل بطل فيه محروم أم أن المحرومين زادوا أكتر بكتير أم أن الناس الفقراء زادوا أكتر بكتير أو أن المحتاجين زادوا أكتر بكتير لا بل أكتر من ذلك تحولت الناس إلى ناس محظيين وناس مبعدين دخلت موضوع الدولة وموضوع وظائف الدولة وصارت محاسيب وأزلام وبالتالي صارت مكافأة على الولاء وخارج هذا الموضوع كان في غضب عليهم وفي إبعاد الثروات الهائلة جدا اللي تشكلت عند أعضاء هذا التنظيم اللي طبعا فيه أرقام مخيفة لناس ما كان عندهم يعني ما توخزني الحد الأدنى من العيش اللائق هذا بيبعث على تساؤل كتير كبير وبيبعث على جواب من هون أنا قلت بدأ تدقيق جنائي بإطار المسحة يعني موضوع بعيد كل البعد عن أصل التأسيس أنا بهذا الموضوع كلامي بوجهه لكل المحبين لكل محبي الإمام موسى الصادر لكل محبين الشيخ محمد ياؤب وعفكرة مش بس عم نتحارب نحنا بالشخصي حتى عم نتحارب بموضوع والدي يعني عم يحاولوا ينسوا والدي من أذهان الناس بس كيدية لألنا بس وما بيقدروا هني يعملوا هذا الشيء لأنه التاريخ والتأسيس وكل التفاصيل بعدها موجودي وماثلي أمام العيان وبهذا الخصوص أنا وجهت حتى عتب لسماحة سيد حسن نصر الله ساعة تحكي عن بداية التأسيس وقلت أنه يعني كان يمكن سقطة هفوي مش لازم هكي يصير مفروض يحكي عن أمور وأنا في نقاش بيني وبينوا فيها ومعلومي لكل الناس إن شاء الله تتصحح بالمرحلة اللي جاي عكل حال التاريخ أهم من أي شيء آخر والوقائع هي تثبت نفسها فبهذا الخصوص نحن وقت اللي قسنا من هذا الجانب أعلننا تأسيس حركة النهج لأنه اعتبرنا أنه فيه انحراف عن النهج الحقيقي صار ولكن هو الهدف المركزي هو هوق المحبين والنهج الحقيقي للمحرومين اللي يجب المتابعة فيه ويجب يعني تغيير هذا الواقع شوفوا هاي المناطق المحرومة اللي عنا بيبعلبك الهرمل وحتى بالضاحية وحتى بجبال وحتى بالجنوب وحتى بكل الأماكن ومنها عكار لأنه هي المسألة تتجاوز الموضوع المذهبي والطائفي شوفوا الواقع تابعون وشوفوا تمركز الثروات الهائلة الهائلة جداً عند الحاشي والعائلة والمحسوبين وكده شوفوا قديش الأمر صار صار يعني فوق التصور وهذا الموضوع يعني كيف بدوا يتم تقديمه للناس شو العزر فيه شو العزر فيه والقضية الأساس اللي مبنت عليها هاي دي الحركة شو الجواب فيها نحن هذا الموضوع طالما تجنبنا أن نفوت بتفاصيله لأنه هذا ملف كتير كبير له علاقة بكتير تفاصيل ولكن نحن المرتجع عنا والهدف عنا هو الأصلاح وتصحيح هذا المسار لأنه هذا مسار في رعاية له من الأنبياء ومن الأم المعصومين ومن كل المؤمنين والقدسين لأنه هو مسار الحق ويجب دايما دايما التصدي لأين حراف لأله وهذا واجب شرعي وأخلاقي نحن ملتزمين فيه وهذا الأمر نحن بنعمله بكل محبة بكل محبة وبعيدا عن أي عداء وبعكس ما يجربوا كتير لحتى ما ننسمع يعني يسكروا عنا الألام ويهددوا الألام وأيضا يضللوا الناس ويكرهون فينا وخصوصا للمحبين هنا بيعرفوا قديش من حبهم وبيعرفوا شو أهدافنا بالأساس وبيعرفوا أنه المسار تبعنا بهذه المسيرة يشبه مسار علي بن أبي طالب في مسيرة الرسول اللي هي تحاربت واللي هي شتمت كثيرا ولكن ثبت أنه هي الوحيدة على حق ننهي معك سيد حسن اليوم لو عد الإمام موسى الصدر اللي هو قام الوطني تتخطى الطائفة الشعية شو بيقول للبنانيين بهذه المرحلة يعني مش هد فيها مش بس الأزمة السياسية والاقتصادية حتى تناحر ثقافة ما بين اللبنانيين ومخوف من طواقف بين بعضها لحي يضايق كثير ويبكي لحي يبكي كثير على الوضع اللي وصلنا له وطبعا هو بينتمي لمدرسة بيزرع الشجرة بإيده حتى ولو كان آخر يوم بحياته فالمطلوب هو العمل مطلوب هو المبادرة مش البكاء على الأطلال فقط هي فقط من أجل إعادة الإصطنهاض وإعادة القيامة ونحن كلنا بلبنان مؤمنين من كل الأديان نؤمن بعادة إعادة القيامة وعودة المهوض يعني فبعتقد أنه عم نقوله نحن هو الذي يمثل الخط الذي ناضل من أجله الإمام موسى الصادر والشيخ حمد يعقوب وكثير من الناس المخلصين والمؤمنين بكل الطواقف وبكل الأديان وفي كل لبنان بعتقد أنا أنه قدرنا مش هود الناس الظالمين المتوحشين الفاسدين اللي قعدوا على صدر هذا الشعب وحرموه من الحد الأدنى من حقوقه وسرقوله كل إمكاناته وكل أمواله وحتى عم يحاول يسرقوا الأمل من عينه والمستقبل وهذا أخطر شيء على الإطلاق إن شاء الله نحن جميعا مدعوين أنه نتعاون ونشتغل سويا لمواجهة هؤلاء وإعادة الوضع في لبنان إلى ما يجب أن يكون عليه ونحن نستطيع أن نقود كل المنطقة لبنان قدرته وإمكاناته وكفاءته تقود كل المنطقة وربما تقود العالم لأنه تعرفوا أن اللبنانيين 13 أو 14 مليون منتشر في العالم كلهم بيرفع الراس فيهن ويعني ناشحين والآخرين ونحن مفروض نكون بالداخل هيك اشتركوا في القناة